السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبابي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير النهاردة نعمل بقى مع بعض وصفة سهلة كده انا اعمل حاجة حلوة كده وسهلة وسريعة ومكوناتها موجودة عندنا في البيت مش هتاخد معنا 10 دقايق بصوا ما شاء الله كده ويعني حاجة حلوة اتعجبكم جده يلا بقى كده حطوا لايك حلوة على الفيديو مستنيتش تلكم في القانوة وتفعلوا الجرس اشان وصفتي توصلكم اول باول ويلا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف المقادير والطريقة اول حاجة هنا انا هجازل شربات عشان اعايزي يبقى بارد خلص معيه كباية ونص من السكر كباية ونص من المية وبعد ما هتحطهم كده على النار يغلو هضيف عليهم نقطتين من عسل اللوم انا هنا كده هجيب حلو الحاجة اللي هرفحها على النار حطيتي السكر وهضيف عليه المية بصوا كمية الشربات دي ممكن تقليله كمان تعمله كباية وكباية لان انا هتبقى كمان معي شوية شربات ولكن الشربات اللي بتبقى معي هتبنستخدمه في الصفات تانية وبينفعها فانا هنا عملت كباية ونص كباية ونص بعد ما يغلو على النار كده معي هضيف عصير اللامون واسيبهم يغلو معي كده خمس دقيقة على النار وبعد كده الشربات يبقى جاهز معي هنسيبه بقى يبرد خالص ونبدأ بقى نشتغل في الحالة بتاعي انا هنا بقى المكونات المعي معي كباية ونص من الدقيق وهحتاج هنا يعني نص معلها صغيرة خالص من الكيكش اللي هو البيكين بودر يعني كيس من الفانيليا ومعي هنا كده تلت كباية من الزيت كباية من الميا جبت بقى تسعة النور وهضيف كده الميا وهضيف عليها كده الزيت وهضيف كمان عليها الفانيليا هرفعهم بقى دلوقتي على النور يغلو معي كويس وبعد كده نشوف هنعمل ايه خلاص انا بعد ما حطيتهم مع النور وغيلو خالص مع بعض هبدأ بقى نزل عليهم الجيب بالتدريق انا معي كباية منص ونشوف هنحطهم كلهم محتاجنا اكتر هنحط يعني الدقيق كده حسب ما اللي خليط ياخد معاك وهقولك ازاي تعرفت ان خلاص كده هي مش محتاجة ديق بصوا بنقلب كده برضو مع بعض كده غاية تاخد الدقيق وبنحط الدقيق بالتدريق زي ما قلتلك انا عايزة العجنة لما على بعضيها وتكون مش مفرولة عشان تساعدني في التشكيل ما تقطعش مني بحط الدقيق كده وطبعا هي لسه سخنة كل ما تحط الدقيق بتلم تاني وتشربه ما فيش مشكلة حطيت بقية الدقيق كله كده خلاص وهقلب بصوا العجنة لسه برضو انا بقلبها واتي جتي فريدي كده بالسباتولة لقى لسه مقطع بصوا انا مش عايزة التقطع دي كده في العجنة هتدقني في التشكيل فهدي في دقيق تاني لغاية ما حس ان العجنة لينة كده معي ونعم وما فاش التقطع دي دفت كده حوالي 3 معلق كبار كمان من الدقيق وهبدأ اقلب ووريكوا شكل العجنة هيبقى عاملة ازاي بصوا هنا دفت بقى نص معلقة صغيرة كده من الباكين بودر وهبدأ اوزعها في العجنة زي ما نشايفين لما حطينا الدقيق تاني العجنة لمت كده على بعضها وبقيت نعمة جدا بصوا ده الشكل اللي احنا عايزين خلاص كده يا جهزة معينا جبت بقى صنية كده مفروض عليها رشا من الدقيق وباي امع عندك هتشكلي يعني الامع بتاع بالح الشام كده واي امع عندك انا هنا كده جيت اشكل بالامع اللي هو بتاع بالح الشام دوت لقيت ان هو بياخد كمية كبيرة معي في العجنة وطلعت معي ايه يعني كبيرة انا عايزة بصوا اللي جبت الروزيتة الاصغر يعني عايزة الحلوة تبقى اصغر من كده شوية فجبت الروزيتة الاصغر اللي انا بشتغل بيه كريم شنطي وهبدأ بقى كده لان ايه اشكل بصوا ديتني بقى الحلوة شكلها اصغر شوية فده بصراحة عجبني اكتر في التشكيل فالامع بقى اللي هيعجبك كده هتشكلي بي هتشكلي بقى زي ما قلتلك بالشكل اللي تحبيه مدور او صوابع زي ما انت عايزة يعني تحطيها في كيس حلواني كده وتشكلي بالامع اللي هيعجبك خلاص انا شكلت كمية كلها كده وبعد كده بقى نشوفها نقليها زي هنا بقى ما عايزة غزيلة على النار والزيت اهم حاجة يكون سخنة جدا معايا او ما بتنزلي في الحلوة يعني بتنزل في الزيت غسيل وسخن ببدأ ان انا نزل كده انا نزلها بقى كلها كده واسيبها بقى تستوي ما بنوطيش النار قوي عليها عشان ما تشربش معنا زيت يعني منخلي درجة الحرمة متوسطة عليها كده وإحنا بنقليها عشان خاطر تستوي من جوه وفي نفس الوقت ما تشربش زيت معنا اول ما بتاخد بقى لون كده بنبدأ نقلبها بقى ريالكو دلوقت خلاص كده بصوا هي بدأت كده تلون من تحت طبعا بتباحها كده وبقلبها عشان خاطر تاخد لون دهب حل يعني ما بقلبهاش خالص إلا ما بتبدأ هي تفك كده من نفسها تتحرك ما بقى مش قول ما حطها بقلب فيها بصوا خلاص هي خدت لون دهب كده معايا جميل هبدأ بقى أنا نطلحها كده على الشرباط بارد يعني حطت الشرباط جنبي دلوقت هو بارد خالص وطلحها ونزلها على الشرباط بس يبقى بقى في الشرباط كده حاولي دقيقة كده قد دقيقة تقليبة حلوة في الشرباط وبعد كده رفح عمل سهلة جدا وبسيطة وما خدتش معانا وقت بصوا ما شاء الله زي ما نشايفين كده هو منزل على الشرباط وديها تقليبة حلوة كده في الشرباط اللي هاولي دقيقة كده عشان تشرب كويس وبعد كده نرفح عمل هنكمل بقى بنفس الطريقة بقيت الكمية كده برضو بنفس الطريقة اللي احنا قلينا بها ما شاء الله عملتلي كمية حلوة جدا ومكوناتها سهلة وبسيطة قوي بصوا خلاص بصوا خلاصنا الحلوة بتاعتنا زي ما قلتلكم ما خدتش وقت معانا وسهلة وكده وسريعة ومكوناتها موجودة في البيت يلا بقوا قم عملوها كده وحطوا لايك حلو كده على الفيديو وكتب لي في التعليقات اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في الكنوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته